أكد صاحب السموة الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله أن العمل الإنساني والتنموي لا بد أن يواكب التطورات التقنية ويستفيد من التغيرات التكنولوجية ويعمل بطريقة مؤسسية لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون عاصمة إنسانية حقيقية جاء ذلك خلال حضور سموه عصفا ذهنيا لـ 28 مؤسسة أعضاء في مبادرات محمد بن راشد العالمية بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية للمبادرات بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق رؤية محمد بن راشد في تغيير حياة 130 مليون إنسان حتى العام 2025 اشتركوا في القناة